إن شاء الله نقدر نتخطى مباراتي فيتا كلاب الجيين بإذن الله سواء هنا أو هناك بس دلوقتي طبعا في موقف كثيرة جدا بتحصل على مدار الأيام اللي فاتت دي بتعرفة قيمة وحجم النادي الأهلي الحقيقية وقد إيه قلعة كبيرة زي النادي الأهلي ومفخرة وأيضا يعني زي ما بقول منارة لكل اللي عايز يوصل لهدفه وحلمه فبقول ليه المقدمة دي بقول المقدمة دي علشان لما نشوف المدرب الأبروسي بابا فاسيليو بابا فاسيليو ده المدرب أو المدير الفاني السابق لودي ديجلة النهاردة كان موجود في تدريب النادي الأهلي وكان له اكتماع مع مستماني والكابتن سادة عبد الحفيظ مدير الكور وده بعد اختياره النادي الأهلي علشان يدرسه في إطار طبعا هو دلوقتي بيعمل رخصة أو بيجدد رخصته التدريبية البرو دي الرخصة دي تابعة للتحاد الإنجليزي الكورة القدم والرخصة دي لازم علشان المدرب يحصل عليها لازم يدرس أحد الأندية على كل المستويات التدريبية علشان كده هو فضل أنه يختار النادي الأهلي بصفته أكيد نادي القرن بصفته واحد من أكبر الأندية في الشرق الأوسط والوطن العربي بالإضافة لكونه النهاردة تالت عالم في مونديال الأندية الأخيرة كابتن ما فيش شك طبعا نخلي بالك الرخصة البرو دي بتتطلب طبعا دراسة أحد الأندية والأندية الكبيرة يعني ممكن بابا فاسيليو كان ممكن يروح لأحد الأندية القمة في مثلا اليوناني اليونان عنده أولمبياكوس لكن كمان على مستوى اختيارات المدرب اللي بيعمل الرخصة البرو أكيد بيختار أحد الأندية ذو القيمة الكبيرة جدا على المستوى العالمي النادي الأهلي الآن زي ما اتكلمنا وده دليل آخر المستوى أو النادي الأهلي بقى على مصاف الأندية العالمية بابا فاسيليو بيعمل دراساته علشان البرو ليسونس بالنسبة له لما بيقدم البرو ليسونس للتحاد الإنجليزي يقول له أنا كنت متواجد وعمل معايشة تدريبية والمعايشة دي بعدد ساعات معينة دي متطلبات البرو ليسونس فيقول لهم أنا قدامي وعملت معايشة مع النادي الأهلي بطل القرن الأفريقي صاحب البرونزية العالمية في الكاس العالم الأندية السابقة زي الأرقام ويحط أرقام النادي الأهلي وبطلات النادي الأهلي على مستوى العالمي دي بتزيد الدراسة قيمة كبيرة جدا والنهاردة عشان كده كمان وجه بابا فاسيليو المدير الفني السابق لوادي دجلة كل الشكر للنادي الأهلي ومسؤوليه أنهم حتى سمحوا له بالتواجد وإقامة الدراسة والمعايشة داخل النادي الأهلي لفترة معينة أكيد وبيجدد الرخصة التدريبية وكان قال على مستوى الإدارة الفنية هو كان عنده كمان وهو بيلعب قال هو قابل يمكن موسيماني في الدور اليوناني ولعب معاه قبل كده ده على مستوى يعني على مستوى العلاقة الشخصية ما بينهم لكن كمان على المستوى الفني أشاد بشكل كبير جدا جدا ببيت موسيماني اللي حق بطلات مع النادي الأهلي وبيقدم مستويات أكتر من رائعة زي ما هو بيقول كمان بيقول أن النادي الأهلي بيمشي يعني ماشي بخطوات أكتر من رائعة على المستوى الأفريقي وعلى المستوى المحلي النادي الأهلي طوّج زي ما حضراتكم عارفين أو هو بيقول ببرونزية العالم وماشي بخطوات ثابتة جدا جدا في هذا المشوار أو في مشوار العشرة هنلخص كل اللي تكلمناه دوت وزي ما بنقول دايما مش عشان موجودين في قناة النادي الاهلي أو أنا أحد أبناء النادي الاهلي لكن دايما يا جماعة النادي الاهلي في حتة تانية خالص النادي الاهلي دايما في حتة تانية خالص زي ما قلت حضراتك وباسيليو سيهم بابا فاسيليو كان ممكن يروح يدرس في أحد الأندية الكبرى في اليونان أو أحد الأندية الكبرى في أوروبا هو علاقاته تسمح بكده لكن اختياره للنادي الاهلي ده بيدل دليل قاطع لأن ده زي ما بقولك بيتقدم الاتحاد الإنجليزي فإسم النادي كمان بيفرق جدا مع اللي بيدرس مع الراجل اللي بيجدد رخصته وبالتالي بيعلي قيمة الدراسة وبيعلي قيمة الرخصة نفسها وبالتالي ده بيزيد من أو بيدل على دلالة أن النادي الأهل فعلا في حتة تانية أكيد يمكن حتى افتكرت كلمة الكابتن فاتح نصير لما قال للأرقام مش بتجذب صحيح والنهار ده لما يطلع تقرير من الفيفا يقولك على مدار 15 سنة الأهلي يعني متصدر أو بيكسب هذه البطولة بكلم على الدوري حتى لمدة 15 سنة فده يعني أكتر الدوريات يعني اللي حصدها الأهلي على مداره وذكر كمان غينية أفتكر فأنت النهار ده الأرقام لا تجذب والنهار ده إحنا مش بنقول بنردد كلامه خلاص أو كلام ده مرسل لا أنت بتتكلم فعلا أنه النادي الأهلي نادي كبير بأرقامه ببطولاته بالإنجازات اللي حققها صحيح بجماهيره أكيد أكيد طبعا قبل كل حاجة فده طبعا بيدل على أن النادي الأهلي بيغرد منفردا صحيح